السلام عليكم لبنات إن شاء الله تكونوا كامل بخير و بصحة جيدة معكم أم أميرة الجزائرية في وصفة جديدة اليوم رح نشارك معكم وصفة الغربية الجزائرية هذه الحلوة الاقتصادية اللي فيها ريحة زمان و فيها ريحة جدودنا و أمهاتنا كنا نديروها بكري في الأعياد و في المناسبات هذه الحلوة اللي هي داخلة في الترط الجزائري يعني حلوة ولا أروح رح نشاركها معكم بأبسط مقادير والنتيجة عروعة وش نقول لكم بغريبية مشقة والدو في الفم هذا هو المهم انها الدو في الفم معبقة بريحة القرفة وش نقول لكم ولا عروعة تابعوا الفيديو للآخر لا تنسوا بش حطوا نهاية الجزائر واشتراك في القناة فضلا وليس أمرا وكمانتر شباب كما ترون مباشرة نروحوا لأصفة هنا عندي نصف كاس زيت نباتية حطيته الكاس تأم والدك وتعرفوه كامل نصف كاس زيت ونحط معه 150 جرام المارغارين تكون بدرجة حرارات الكوزينة المهم ورح نضيف رشة الملح اللي هي ضرورية وعندي كاس سيكرو كلاس إلا أسبوع وعندي لفاني وعندي شوفوا يا البنات أنا حنحط هنا نصف ملعقة لفاني 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 لحبات الحلويات ولي ما تحبش تدير لفاني ما تديرش أنا درتها باش تعطيني هاديك تعطيني هاديك النسمات لفاني ونحط نصف ملعقة صغيرة نتاع خاملة الحلويات نوارا وما ننسوش الرشة نتاع الملح كما قلت لكم يا البنات رح نخدمو كامل هادو المقادير نخدموهم بالدينة ولا بالباطر كما حبيتو المهم نتحصلوا على خالي طيكون بومادي وهنا يا عندي يا البنات رطل نتاع فارينة من النوعية الممتازة مغربل حطوا عليه هازو سطورة مغربل لاززب يكون مغربل فارينة تاكم يا مادام باش الغريبية تجي مشقة والجي خفيفة المهم كما قلت لكم رح نحط هنا نصف ملعقة كما قلت لكم نصف ملعقة انتا خاملة الحلويات نوارا نصف ملعقة يعني كافية باشاطين هادوك الفوليوم وجينة خفيفة هنا يا البنات رح نخلط بواسطة يدي ولا تستعملوا تضرب الكهرابائي الخيار جرجع لكم المهم هادوك كاس إلا أسبوع سيكروغلاس رح نحط فيه غير بشوية في الغيسيبيون ونحرق ونخلط في هادوك الزبدة وهادوك الزيت وهادوك سيكروغلاس نحاول نرونهم ملح أو يعني نحاول ندخل كامل هادوك المقادير مع بعضياتهم وليا ما عندها شو الوقت تستعمل تضرب الكهرابائي نقعدوا نرونه هادوك حتى نتحصلوا على قوان كريمي حتى نحسو باللي الخليط رجع بزف ليستو رجع بزف يعني حوالي نصف كيلو انتاع الفارينة المغربة اللي تكون من النوعية الممتازة لصناع الحلويات يعني ما تديروش هادوك المتعددة الاستعمال تالعجين لا لا تديرو تالحلويات هكذا مش تجيكم مهوية وتجيكم خفيفة اول حاجة حطيت الكاس اللول كما راكو تشوفوها ممسوح والكاس الثاني وراح نخلطو وف نفس قوام العجين كما تعرفو العجينة الغريبية لازم تكون بين وبين ما تكون قاسحة وما تكون طرية بزاف تكون يعني في الوسط يعني تكون طرية متماسكة وراح نعطي لكم لاستوش اللي تعرفو وقت تحبس الفارينة المهم انا حطيت زوش كيسا نتاع الفارينة ممسوح راح نحاول ندخلهم ما نعجنوش نلمو برك نوعيات الفارينة او الدقيق الأبيض المهم هنا يضيفت نصف الكاس نصف كاس للاخير اللي حطيت على دفوعات يعني مقدار هادي الكيلة داتنا زوش كيسان ونص نتاع الفارينة المهم كما قلت لكم هنا القاوام يعني بديش دروحه هنا راح نتجمع هكذا تجمع فقط بواسطة الأصابيع هكذا تجمع كامل ونقو الغيسيبيون ويدينا بطبيعة الحال هكذا نتجمع كامل وكي تحبس الفارينة لكن تحصل على هذه العجينة تكون يعني مشي مشقة تكون ليست نحبس ونحط العجينة ندخلها في كيس بلاستيكي ونحط وندخلها للتلاجة 10 دقائق كافية حتى تجمع روحها كما تعرف لها مارغارين تهبط المهم حوالي 5 قائق لتنقل بلوندو تخافيت عودوا خرج عفوا شوفوا يا البنات سهلة مهلا ما كاش أسهل من الغريبية لأدي الغريبية تاعنا غير ديري هكذا حطي العجينة تاعك في كف اليد هكذا وحاولي تطلعيها بشغل تطلعيها تحصل على قوام هرامي هكذا تطلعيها هكذا كي تلحق لفوقها هكذا قوام هرامي حبسي وحطيها في السينية لتدخل للفور قوام يعني تشكيل تحها طريقة تشكيل تحها تقليدية هادي وكما يقولوه التقليدي دائما يعني يفوز على البرستيج وعلى هدو الوصافات اللي هم يخرجوا جدد لأنه التقليدي دي ما يعيش يعيش أكتر من هدو الوصافات جديدة اللي تدخلت على الغريبية برستيج إلى غير ذلك يعني ماشي كامل الناس يقدروا يديرهم بينما هدي الغريبية الشعبية يقدروا كامل الناس تديرها وهذا هو المهم أنه ندير وصافات اقتصادية كامل الناس يقدر تديرها وتفرح بها مع العائلتها في الأعياد وفي المناسبات ولا مع القهوان تعالى العاصر شوفوا يا لبنات شكلوا هكذا وكل ما تحطوا الغريبية الغريبية التاعي الفورن تاعي راهو مسخن على 180 دراجة كين طريقتين باش طيبوا الغريبية تاعكم طريقة الأولى أنك الفورن يكون مسخن دخلي الغريبية تاعك للوقت اللي تبدأ غير تتشقق من الفوق نقصي للكوشة تاعك أو الفوق تاعك وحطيها ملتحت يعني باش تحمر لك ملتحت كايلي يحبوها بيضة والطريقة الثانية هي أنك تسخني الفورن عادي وتحطيها في الرف يعني ما قبل الآخر يعني التحت لما تشوفها تحمرت لك غير من لفوق خليها تنشف شوية كايلي يحبوها بيضة كايلي يحمروها شوية كايلي ما يحبوش يحمروها كايلي يخلوها بيضة المهم أنتم ما تعرفو لما تتحمر لك من الجوانب خليها تنشف شوية أو تاخذ اللون الأبيض مش بيضة تكون شوية بلونك عسي ونحيها المهم بعد ما كمنا كامل تشكيل انتع الغريبية تعنا راح نحط لها التزيين العادي اللي هو القليل من القرفة راح نخلي مسافة كما قلت لكم راح نبعد شوية لأنها راح تنتفخ معنا في الفوق هذه الوصفة صدقون يا البنات جي الدوب في الفم سراحة راح نحط هنا القرفة هكذا في الوجه الغريبية يعني بكري هكذا كنوزين وكين بزاف أنواع الغريبية كين الغريبية بالكوكة وكين بزاف زاف الأنواع ورح نطرق لهم في فيديوهات قادمة وش نقول لكم اللي وصلت لهذه النقطة من الفيديو شكرا على المشاهدة ما تنسيش تحطينا هذا الجيم وما تنسيش الاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا وفعلوا الجرس حتى يصي لكم كل جديد المهم راح ندخلها للفورمو سخنة 180 درجة ورح نقصل ونحطوها 170 درجة هالك الغريبية أنا بعدما وجدت طيب تحاكم راكو تشوفو أبيض متحمرة جات صدقوني مع قهوة حليب ومعك قهوة حلي الدوب الفم راح نقسم واحدة قدامكم يعني القوة متحم الدوب الدوب في الفم شوفوا نحط السكين هبط مباشرة لأنه صراحة جات الدوب الدوب في الفم وصلنا نهاية الفيديو يا البنات شوفوا يا البنات راح نفتح قدامكم شوفوا جات الدوب صراحة الدم في الفم نقول لكم ترقبوا أم أميرة في وصفات قادمة إن شاء الله وصلنا لنهاية الفيديو غريبية مشقة ومهوية وبزفنين غريبية الجزائرية أو الحلوية الجزائرية نخليكم على خير ونقول لكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة